السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله إلى أخوان وبياكم اليوم إن شاء الله بإذن الله نحا ما زلنا نستكمل سسلة كورس الامسي سيل ميكروسوف سرتفاي سولوشن أسوسيات انتحار رقم سبعين ربعمية وعشرة وندوس سرفر 2012 نبدأ على بركة الله نحن اليوم تكملة لموضوع القروب بوليسي هنبني اتطرق إلى موضوع مهم في القروب بوليسي ألا وهو عبارة عن السكريبت فعشان نوصل للقروب بوليسي نروح لتولز ونختار قروب بوليسي مناجمنت ونحن نلعب على قسم الـ HR فما نعمل رايتكليك ونقل له create policy and linked here ودلمرة بتكون عبارة عن HR dash script وenter وكذا نرايتكليك ونعمل edit خلي بالك نحن ما زلنا نتكلم على الـ User Configuration فانا لو رحت وفتحت البوليسيز ولو وصلت على الـ Windows Setting نحن بالفيديو الاولي اتكلمنا انه لما محتاجين نتعامل مع software بنروح على الـ Software Setting ولما محتاجين نتعامل مع الـ Windows مع سيكيورتي مع سكريبتس مع الـ Redirection بنروح للـ Windows Setting ولما محتاجين نتعامل مع تيمبلت سواء كانت من Microsoft أو من إنترنت بارتي بروغرام فبنروح لعنده الـ Administrative Template وقلنا ممكن نعمل import أو export عكس هنا مفيش import أو export كمان هنا مفيش import أو export بس هنا عندك add remove template تمام؟ بس هنا مفيش add remove template وهنا كمان مفيش add remove template تمام؟ فنحن نلعب في الـ Script ولو تلاحظ كاتب لك بين قصين Log on Log off يعني أثناء تسجيل الدخول وأثناء تسجيل الخروج بمعنى إنه أنا بأقدر بنفد أو برن سكريبت أثناء ما اليوزر بيعمل تسجيل دخول وأثناء اليوزر بيعمل تسجيل خروج ومش أي يوزر اليوزر اللي متواقدين على الـ OU أو الـ Organization Unit في داخل قسم الـ HR تمام؟ فأنا على سبيل المثال بتوجه إلى السي وبعمل فولدر وبسميه داتا وقلوه يس والفولدر ده الداتا بسوي له عملية شيرينج يعني بشير الفولدر لا ده الفولدر يقديم أوكي نحده في الفولدر ده وننشئ فولدر جديد نيو فولدر ونسميه داتا ونشير الفولدر بس ونروح على الشيرينج وإدفانس ونقلوه وشير وابلاي وأوكي وكلوز وكده الفولدر صار متشير ونتأكد ونشوف اهو ودد داتا هنا كده يكون تمام حلو فانا بروح بس بنشئ مستند نصي وليكن ماب على سبيل المثال اسمه وبيكون .calc لا عفوا .path عشان يكون عبارة عن script وبريتي كليك عليه وبعطيه edit وبنفذ أمر بكتب الأمر التالي هو عبارة عن net use وبعطيه z نقطتين فق بعض space backslash backslash 192.168.1.200 slash test وبسيف file وسيف وكلوز خلي بالك الآن في السي أنا عندي على مستوى السيرفر مفيش مابنة ورق درايف بس مجرد منقر هنا أعمل refresh لا فيه غلط في السكريبت بنرجع ونشوف again edit لا الفولدر اسمه data data بنرجع نعمل file بنعمل save لا قلنا save ونفذ السكريبت بس مجرد بس مجرد شفت ما صار عندي صار عندي مابنة ورق درايف طلعت إذن أنا نفذت مابنة ورق درايف على مستوى السيرفر عن طريق سكريبت أو عن طريق كود تمام أو ملف باتش فايل دفعي فأنا برايت click عليها وبعطيها disconnect كده فأنا بروه هنا بقول له أحب أنه users اللي متواقدين على البرتيشن أو على الOU اللي اسمي HR كده تعمل properties تقول له show file وتشيل المستندة copy وتطلع إلى هنا وتعمله لصق يعني paste close تمام وترجع للسكريبت نفسه تفتحه again كده تعمله شو ومش بس كده وترن ترن لسكريبت يعني رن تعمله وترن أوكي أنا كده قدرت أنه users اللي متواقدين على الكنتينر اللي اسمه OU لما بيدخلوا بيطلع لهم partition أو وما بنتورك drive اسمها إيش اسمها data نعمل sign out اليوزر اللي اسمه الياس هو متواقد في OU اللي اسمه HR وندخل ونشوف وإلياس ده ما كانش عنده ما بنتورك drive يعني لو راحت إلى هنا أنا الآن وقهاز الكمبيوتر بس أعمل refresh لا ما حس نرجع مرة ثانية راية تكليك properties تعمل add browse أوكي ما هنا مخترتش أصلا يعني تعمله أوكي وأبلاي أوكي والآن ترجع إلى هنا وتعمل group policy update يعني كده gp update ونشوف بس بما أنه الأمر بيتنفد اثناء تسجيل الدخول والخروج إذا ما بتنفدش لما بعمل logout و sign in ودخل مرة ثانية من فتحت الآن جهاز الكمبيوتر بشوف عندي ما بنتورك درايف طلعت شفت الفكرة معاناة الكلام ده إنه الآن أنا نفد script وأي user متواجد في OU اللي اسمه HR فبيدخل وبيحصل الفولدر ده اللي اسمه ده تمام كده طيب أنا بعمل فولدر تاني مثلا خاص بالuser اللي اسمه مثلا الياس ولا الياس وفولدر ثالث خاص بالuser اللي اسمه ولا ليش عشان الuser اللي اسمه الياس والuser اللي اسمه ولا متواجدين على مستوى ال department اللي اسمه HR وراح عال HR شفت عندي user اسمه الياس ويوسر اسمه ولا معناة الكلام ده انه لما بيكون الياس وبيكون يوزر بيكونوا يشوفوا الفولدر المتشير اللي اسمه data عبارة عن public sharing folder ما بين department نفسه او على مستوى department واحب اننا انشئ مابنة work drive ثانية انه تكون خاصة او special باليوزر الياس وما بنت work drive special او خاصة تكون باليوزر اللي اسمه ولا وكده نحنكون تغلبنا على لما كنا نروح لعند البروفايل ونختار هنا فهو هنا بيسمحلي لمابنة work drive واحدة مش اكتر من شفت الفكرة فبعمل كده اكس وبرجع مرة تانية للبوليسي نفسه بروح هنا باخد copy وبعمل لصق هنا وكده بروح بعمل edit ده او بلاش edit خلينا اعدل على نفس الفولدر نفسه ده يعني براية تكريك عليه وبقول edit حلو وانا كده بنزل سطر جديد وبكتب الامر التالي if ولازم تكتب زي ما انا كاتب لي capital letter و space و percentage عشان case sensitive username اذا كان اسما مستخدم بعدين percentage space equal equal يساوي ولا عصام تمام فانت بتعطيها التالي بتكتب له netuse على سبيل المثال x نقطتين فق بعض space backslash backslash path 192 dot 168 dot one dot 200 slash ولا بتشل الامر ده copy وترجع end سطر جديد وتنزل هنا بس بيكون اسمه إيش إلياس نسبة إلى الفولدر وهنا end ونرقع للفولدر اللي اسمه إلياس ونروح على sharing و advance و share this folder و apply و ok ونعمل نفس الشي على الفولدر اللي اسمه ولا sharing و advance و share و apply و ok و close و نرجع إلى هنا ونقل file و save الآن البرتيشن الأول أو المابنة ورق درايف الأولى اللي اسمه الفولدر تبعي data فهي عبارة عن مابنة ورق درايف متشيرة ما بين كل الموظفين المتواقدين على مستوى أو على قسم ال HR لكن لما اليوزر الاسمه ولا بيعمل connect هنا فبيطلع له مابنة ورق درايف تاني بمعنى عند اليوزر الاسمه ولا عمل connect بيطلع له اثنين مابنة ورق درايف واحدة اللي هي عبارة عن البابلك اسمي data والتاني الخاصة فيه ونفس الشي اليوزر اللي اسمه الياس بيطلع له مابنة درايف خاصة فيه اضافة الى data ونحن نروح نعمل file و save و close وناخد copy كمان copy ونرجع مرة ثانية right click properties و show ونشيل d نحدف ها يعني delete ونعمل لصق للقديدة ونرن الجديدة كمان ونعمل d remove ونعمل add و browse ونختار الجديدة كمان و ok و apply و ok خلي بالك ما ينفعش نعمل gp update ليش عشان الامر موجود في log on يعني لازم اليوزر يطلع ويرجع مرة ثانية وندخل مرة ثانية ونشوف كده دخلنا ولو رحنا على جهاز الكمبيوتر نروح الى هنا نعمل refresh لا ما فيش فائدة نعمل تسجيل خروج مرة ثانية وتسجيل دخول كده نشوف الان لا برضو كده ما فيش فائدة نحن نعمل هنا تسجيل نكت عن اضغط ما بتور بدرايف دي تسجيل اوك طب كويس نحن نطلع و نرجع نشوف في السيرفر ممكن عاملين شيء غلط نعمل براوز و شوف فايل و رايت كليك و ايدت و نتأكد من الشرق طبعا طيب و نشوف اللي بيشتغل ايش net user اهه اوكي اهه اوكي طبعا كله سليم ما فيش اي مشكلة اوكي سليم جدا بس نعمل رفرش هنا و نعمل مرة ثانية و نحن نروح الى هنا نعمل add نضيفه من جديد اوكي والاولي بنعمله remove نعمل apply و اوكي لو رجعنا هنا ندخل مرة ثانية ندخل في user اخر عشان نشوف هنا المشكلة بالضبط ندخل user لس مد و اسم رفش نعمل رفش رفش كم عندي مابنتورك درايف اتنين واتنيناتهم متواجدين على مستوى اليوزر تمام تلاحظ اليوزر اللي جارية بعده اسمي ولاء واليوزر دي التاني اللي نحن تكلمنا عليها بس نرجع مرة ثانية sign out و ندخل على اليوزر الاسم الياس و نتأكد مرة تانية نختار ادر يوزر نرى اليوزر اسم الياس نرى يوزر isp ادر 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 آؘ نرى طبعاً هيو بس يحس فيها بس ويتمشي يعني طبعاً في إلياس ما حسش فيها يعني فنحن نرجع مرة تانية وأوبن ونشوف فين المشكلة يعني ممكن نعمل edit وrun ها أوكي اليوزر اسمه إي ولا فيه غلط في إلياس عشان كده في إلياس ما تحسستش تمام اسمه إي ولا نروح نتفايل الآن وسيف والآن يشتغل ونرن مرة تانية بس ونقل ورن تمام ونريموف ده ونضيف مرة تانية لسكريبت عشان كده لازم تكون متأكد من أسماء اليوزر نفسه تمام الآن لو حبينا نعمل نخروج من اليوزر لاسمه إلياس ونعمل sign in على نفس اليوزر وكده نكون حلينا المشكلة شوفت كم صار عنده ماب نتورك درايف صار عنده اتنين ماب نتورك درايف الماب نتورك درايف الخاص فيه والماب نتورك درايف اللي هو عبارة عن البابلك العام أو الدياتا طيب نحن هنا نقدر ننفذ أي سكريبت مش شرط على الماب نتورك درايف لا أنا ممكن أعمل سكريبت تاني أو سكريبت آخر يعني بسميه calc.bat تمام دل سكريبت وضيفته إنه يرن program يعني يرن الكالكوليتر بكتبله calc.xe نروح file و save حلو عمل تران نتأكد إنه يشغل اوكي شغل مية بالمية راي تكليك وناخده كمان copy ونرقع ننفده في البوليسي الخاص باللوجين بروبرتيز و view file و copy ورسقناه هنا ونرم من هنا كمان ونغلق ونروح add براوز بضيف الكالك هنا وبقول له اوكي و apply و اوكي الان الناس اللي شغالين في قسم ال hr اول ما يعملوا تسجيل دخول اضافة الى قانب اللي ما بتوله drive بترن الكالكوليتر ونشوف نتأكد الان شوفت ايه صار صارت الكالكوليتر شغاله تمام اذا نحن عن طريق الجروب بوليسي مع السكريبت قدرنا انه نيرن بعض الكومنز او بعض السكريبت على ال يوزرس قتناه تسجيل الدخول في log in و log out او log off بس انا لو رحت كمان الى security setting هنا برويك على شي هنا مكتوب software restriction policy بعمل right click و بقول له new software restriction policy عشان تفتكري دي المينيو وفتكت المينيو دي بروح لعند additional rule و برايت كليك هنا تمام و بقول له لما يكون عندك new path rule ولو عملت browse هنا بيحق لك انه انت تسوي عملية run ل rule متواقدة او run لسيستم او run الابليكيشن حقيقة متواقد تحت السيستم 1230 زي الكلكوليتر زي دي فريجمنت برامج من دي الشكل لكن لو عملت new hash rule انا هنا بعمل ايقاف لبرنامج كنشتغل بواسطة سكريبت اثناء ال log on لو عملت browse ومجدون عبارة عن السكريبت اللي انا كنت بنفدهم فانا احب ان اوقف الكلكوليتر مش اروح خطوة عكسية لعند اللوجين وعمل view file وعمل delete الكلكوليتر لا مختار بس الكلكوليتر من هنا تطلع فعندك هنا تسأله بيزك وان ريستركتد فانا بقول له تسأله اوقفها apply و ok الان اليوزر لو بتلاحظ طلع لي خاص جديد فيبي او مسار خاص جديد يعني نحن ممكن ريتكليك عليه بروبرتيز وتشوف ده تبعنا الان لو اليوزر عمل تسجيل خروق وتسجيل دخول مرة تانية منفعش عدي شوف الكلكوليتر تمام؟ عشان نحن عملنا لها شرول ووقفناها لو دخلنا مرة تانية كده يعني ورحنا على الديسكتوب ما فيش الكلكوليتر اشتغلت تعرف ليش؟ عشان نحن عملنا هاشرول هنا ووقفناها فلو عملناها لها ريتكليك وديليت ونرقع مرة تانية ونعمل sign out و sign in كده يكون اشتغلت الكلكوليتر مرة ثانية نجوف بس تمام؟ فانت لما بتسوي عملية ايقاف لسكريبت بتعمل الايقاف من الهاشرول ما تروحش تعمل دلت لسكريبت لا غلط شوفت كيف اشتغلت الكلكوليتر كده هذي كانت عبارة عن فقرة سريعة تتكلم حول كيف تتعامل مع القرب بوليسي من ناحية السكريبت في اللوغين واللوغاوت وتتتكلم على software restriction policy بالذات كان في الاديشن الرول الى هنا كان معكم أخوكم ولا عصام شكركم على حسن استماع وطيب الله وقاتكم شكرا جزينا